وانا دايما كنت باختلف مع الناس اللي يقول لك ايه حسام حسن وبرائم حسن الروح والحماس ماشي حط دي على جنب خلاص عارفينها بس احنا مش نجيب مدرب عشان بس عنده روح وحماس ما انا عندي روح وحماس انزل اضرب منتخم مصر يعني كابتن حسام حسن قيمة فنية كبيرة كلاعب اسطورة كمدرب رائع انا شفت حد النهاردة بعد المباراة احنا فرحانين ومزقتطين داخل يقولك ايه حسام حسن مدرب فقير فنقوض ضعي اعلى فكرة واحد كان بيلعب لمنتخم مصر بالمناسبة واحد كان بيلعب لمنتخم مصر هو كابتن حسن حسن زي ملك كابتن حسام حسن بس النفسية ما تفهمش فيها ايه يقولك ايه حسام حسن ضعيفة جماعة حسام حسن ما بيعرفش حط تشكيل حسام حسن بيعرفش اختار قايمة حسام حسن ما بيعافش مش عارف ايه حسام حسن مش فاهم الطريقة يا راجل طب حتى اقول مبروك الاول وبعد كده اقول ارائك الفنية لو في اراء ما تبقاش مكشوف اول كده الكسف يعني على فكرة انا بقولك دلوقتي حسام حسن ان شاء الله ربنا يكرم ويكرم الجهاز المعاون ويكرم اللاعبين هنحقق معاه انجازات تاريخية طيب ما حصلش ما انا من الناس اللي هتيجي هنا وتنتقد الكابتن حسام حسن وجاهزه المعاون بس يا اخي ده كسبان كل حاجة ده مخسرش من ساعة ما جيغل مباراة كرواتيا اللي كان لسه مستلم المنتخب وبتلعب مع منتخب كرواتيا واصيف عالم وبعد كده تاريخ عالم اصلا يعني انتو ملكو الناس اللي مش عايزانا نفرح دي مالها احنا النهاردة يوم فرح وفرحانين بمنتخبنا فرحانين بالعيبة منتخب مصر وفرحانين بالكابت الحسام حسن والكابت المعيم حسن والجهاز المعاون فرحانين فيه ناس كده ما تفهمه اللي هو ايه تعال نبقى عاكس عكاس الناس كلها رايحة في اتجاه تمانا لو رحت معاهم مش هبقى مميز فهبقى مميز حتى بقى لو بقت مميز بشكل سلبي بس هبقى مميز عن الناس ديهة ان انا في حتة الوحدي بشكلك وحش انت او غيء اي واحد من الناس اللي بتهاجم وتنتقد بنفسنا يعني بنفسية سواد بشكلك وحش باين يعني مكشوف مفضوح حتى من المفترض حتى اللي ما كانوش عايزين الكابتن حسام حسن يضرب منتخم مصر المفروض دلوقتي تقول ايه لا والله حتى لو كان ضرق ايه بس الكابتن حسام حسن ماشي كويس بصراحة يعني ده انت بقى لو انت بناء ادم يعني عندك من الاحترام الكافي وانك كمان متصالح مع نفسك لكن انت عايز تثبت ايه انا اول ما الكابتن حسام حسن جيه قلت لا ده هيفشل مع المنتخب فانا لو رجعت في كلامي دلوقتي هيقوله علي عيل او برجع في كلامي ايه يا حبيبي دي كورة كورة وكل حاجة فيها متغيرة ما انا بقولك النهاردة بقوله حسام حسن عظيم طيب لو خسر بكرة لو منتخب مصر ما وصلتش كاسعالم لو منتخب مصر تعصر في عصرات كبيرة احنا هنطلع نانتقد برضو بس وانت فرحان نفرح يعني كلنا نفرح ده منتخب بلدنا كلنا مش منتخب حسام حسن ولا منتخب صلاح منتخبنا كلنا دي حكاية